حالة من التخبط شهدتها المواقف الأمريكية في الأيام الأخيرة بشأن تقييم السياسة التي يتبعها البيت الأبيض تجاه سوريا تصريحات تعكس خلافات واضحة داخل الإدارة الأمريكية ملامح تلك الخلافات برزت بداية بعد انتقادات وجهها وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل لاستراتيجية الرئيس الأمريكي باراك أوباما تجاه سوريا واصفا إياها بالغامضة تجاه الأسد وأنها تركز على استهداف تنظيم الدولة فقط رد المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست على وزير الدفاع لم يتأخر عندما قال إن الاستراتيجية الأمريكية في سوريا والعراق تسير بنجاح تصريحات أخرى مسربة نشرتها شبكة سي أن أن الأمريكية في وقت لاحق أفادت أن أوباما توصل إلى أن إزاحة الأسد عن السلطة ضرورية لهزيمة تنظيم الدولة وأنه طلب من مستشاره مراجعة سياسة إدارته إلا أن الناطق باسم مجلس الأمن القومي إليستر باسكي رد عليها قائلا إن السياسة الأمريكية حيال سوريا لم تتبدل وليؤكد على ذلك الرئيس الأمريكي ذاته في قمة العشرين التي عقدت قبل أيام عندما قال بأنه لا يوجد لدى بلاده النية لتنحي الأسد عن منصبه في الوقت الحالي أما جديد تلك الخلافات ما أعلنه وزير الدفاع الأمريكي بأن نظام الأسد استفاد بشكل غير مباشر من ضربات التحالف الدولي وهو ما أكده السفير الأمريكي السابق روبارت فورد معبرا عن ذلك بقوله إن بلاده باتت تقوم بدور القوات الجوية للأسد فهل ستبقى إدارة أوباما تنهج ذات الاستراتيجية تجاه الوضع السوري أم أن تلك الانتقادات التي تطالها ستؤدي إلى تغييرها المترجم للقناة